بدأت قناة يمن شباب مساء اليوم الجمعة انطلاقتها بالهوية الجديدة والشكل الجديد تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر محاولة بذلك تلبية تطلعات مشاهديها بمواكبة التطورات في مجال الإعلام وبهذه المناسبة تحدثت قيادات حكومية وعسكرية ومقاتلون عن التغطيات التي قامت بها قناة يمن شباب خلال السنوات الماضية والدور الذي تلعبه في تغطية المواجهات التي تخوضها قوات الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات وقالوا ان مراسلي القناة كانوا حاضرين في الجبهات يواجهون المخاطر لنقل تفاصيل المعركة للجمهور معبرين عن اعتزازهم بالدور الرائد للقناة منذ بداية الحرم نشكر قناتي من شباب قناة الثورة قناة الحرية قناة الشرعية نشكر ايضا الاخوة المشاهدين مشاهدي قناة يمن شباب على وجه الخصوص اشكر عبر قناة يمن شباب كل من سأل عني وكل من اراد ان يطمئن عني وكل من خرج من اجلي وكل من تحدث من اجلي شكرا لكم اخواني في الجبهة الاعلامية ممثلة بقناة يمن شباب وممثلة بكهادرها المميز على رأي اسم الاخ مقد عياش اولا نرحب بالاعلام نرحب بقناة يمن شباب وتواجدها الى قوار ابطال قواتنا المسلحة طبعا نشكر الفريق الاعلامي لقناة يمن شباب لزيارته لنا اليوم في مدينة حجة في مديرية حرص ونشكر مرازل قناة يمن شباب المعازل لنا في الجبهات والذي يؤدي واجبها في تغطية الجبهات ونشكر قناة يمن شباب التي خاطرت بخيرة كوادرها والنزول الى الميدان لتغطية اعمال القتالية والانتصارات الكبيرة والفتوحات فلهم الشكر لتمييزهم وحضورهم بيننا منذ اللحظات العولى نشكر قناة يمن شباب على اهتمامها بالجانب الصحي في محافظة معرب اشتركوا في القناة